هام وعاجل من البدري فرغلي إلى أصحاب المعاشات ويعلن عن مفاجأة كبرى لأصحاب المعاشات ويحذرهم أهلا بكم أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك مع نشرة إغبارية جديدة هنبدأها بالعنوين وبعد كده هنقول التفاصيل الخبر الأول وهو بعنوان نشر خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة الخبر الثاني الخبر الثاني بعنوان وزارة التنمية المحلية لا صحة أو أي تعليمات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء خبرنا الثالث وهو بعنوان البدري فرغلي يحذر أصحاب المعاشات من التعرض للنصب بهذا الطريقة مع تفاصيل الأخبار الخبر الأول من موقع النبأ البدري فرغلي يحذر أصحاب المعاشات من التعرض للنصب بهذا الطريقة التفاصيل خذر البدري فرغلي رئيس اتحاد العام لأصحاب المعاشات من محاولات النصب بشأن توكيلات التداخل في قضية تفسير العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات كتب الأمين العام لإتحاد أصحاب المعاشات عبد الله أبو الفتوح على صفحته الرسمية البدري فرغلي ينبه ويحذر من قيام البعض بجمع مبالغ مالية تحت حساب التداخل أو عمل توكيلات في قضية تفسير حكم الخمسة علوات خاصة أن هذا القضية هي قضية جماعية كما أضاف كما يعلن أن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ليس مسؤولا عن قيام البعض بجمع مبالغ مالية أو عمل توكيلات وأن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يتحمل كافة المصروفات القضائية دون أن يحمل أي صاحب معاش أي تكليف وعلى جميع النقابات التابعة للاتحاد بجميع المحافظات مراعاة ذلك حتى لا يتهم الاتحاد بجمع الأموال دون وجه حق خبرنا الثاني في هذا النشر وهو بعنوان ننشر لكم خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة التفاصيل فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن قبول معاش برنامج دعم تكافل وكرامة للمواطنين حددت شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ضمن برنامج لمساعدة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتوفير احتياجاتهم من معاشية وشراء ما يلزمهم من متطلبات الحياة اليومية لهم والأسرتهم في إطار حرص الدولة على تجديم كافة أشكال الدعم المادي للجميع شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط وقواعد الواجب توفرها في المتقدم للحصول على المبلغ المقدم من معاش تكافل وكرامة من أجل الموفق على طلب الحصول على معاش تكافل وكرامة من المستحقين والمتضررين من الأوضاع الاقتصادية كما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي إن برنامج تكافل وكرامة يستهدف عدد كبير من الأسر الفقيرة على بستوى جمهورية مصر العربية لتقديم لهم الدعم الكامل ومساعدتهم على تخطي البصاعب ومن هذا الشروط التالي أن يكون المتقدم يعمل باجر لا يتجاوز أو يتجاوز 400 جنيه شهريا يجب أن لا يكون هناك معاش ثابت للأسرة أن يكون الأسرة لديها أبناء من حديث الولادة وحتى سن السامنة عشر سنة أن تكون الأسرة أو المتقدم للمعاش مقيم في مصر يجب تقديم جميع الأوراق المطلوبة والمستندات تكون كاملة ألا يكون الزوج أو الزوجة يمتلكون أي ممتلكات مثل أراضي زراعية أو عقارات إذ كان المتقدم صاحب مرض أو عجز يقوم بتقديم تقرير تطبيق كامل عن طبيعة مرضه الاستعلام عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وعن كيفية الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني ومعرفة قبول الحصول للمعاش أو من عدمه يمكن اتباع الخطوات التالية حتى يمكن لك معرفة كل ما يخص البرنامج يقوم المواطن بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي المرفق أسفل الفيديو ثم يقوم بالضغط على معاش تكافل وكرامة ثم أنقر على الاستعلام عن الموعد المحدد لصرف المعاش قم بعد ذلك بكتابة الاسم والرقم القومي والعلوان ورقم الهاتف الخاص بك بعد كتابة كل البيانات المطلوبة قم بالضغط على كلمة استعلم سيظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة ببرنامج معاش تكافل وكرامة خبرنا الثالث في هذا النشرة وهو بعنوان وزارة التنمية المحلية لا تعليمات بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء التفاصيل أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية عدم صدور أي تعليمات جديدة بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء قول قاسم خلال تصريحات تلفزيونية مساء يوم الاثنين تلاتين نوفمبر آخر يوم في مهلة التصالح في مخالفات البناء نتلقى الطلبات حتى مساء اليوم كما أضاف عدد طلبات التصالح في البحيرة تجاوز 250 ألف طلب يليها القليوبية ثم الشرقية والمنوفية بما يقرب من 188 ألف يليها الجيزة بإجمال 171 ألف و478 طلب مشير إلى أن عدد طلبات التصالح في القاهرة وصل إلى 140 ألف طلب ومحافظة الوادي الجديد الأقل على طلبات التصالح بمخالفات البناء بسبب طبيعة المحافظة مشيرة إلى أن المحافظة خفضت قيمة التصالح أكثر من مرة وأوضح أن إجمالي عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى 2.400.000 طلب على مستوى الجمهورية مشير إلى أن قيمة مخالفات التصالح تجوزت 15 مليار جنيه ستوجه إلى عملية التنمية بالمحافظات معلقا يعني الرسوم من المواطن إلى المواطن وقال إن 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء ستتوجه إلى الإسكان الاجتماعي كما أوضح أن الوزارة قامت بإنشاء مشروعات خدمية بتكلفة 157 مليار جنيه خلال 6 سنين مشير إلى أن معدلات الفقر انخفضت في 143 قرية من 70% إلى 59% بعد تنفيذ مبادرة حياة كريمة خبرنا الأخير في هذا النشر وهو بعنوان تنبيه خطير لأصحاب المعاشات من مجلس الوزراء أعرف التفاصيل قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له يوم الاثنين إنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي والذي أكدت إنه لا صحة لحرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الأربعة وعشرين عام وفقا لقانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات الجديدة كان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن الأربعة وعشرين عام وفقا لقانون التأمنات الاجتماعية والمعاشات الجديدة أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي إن حالات حرمان الإبن من المعاش تقتصر على حالتين فقط هم الزواج أو الالتحاق بوظيفة تحمل رقم تأميني تدر لها دخل النساوي قيمة المعاش وإسنقص الدخل عن المعاش يصرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل وأخيرا أعزائي المتابعين تبدأ الحكومة في صرف المعاشات عن شهر ديسمبر اعتبارها من يوم الثلاث الموافق 1 ديسمبر 2020 على ثلاث شرائح بهدف منع التزاحم حول أماكن صرف المعاشات خلال شهر 12 بسبب الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة للحد من أزمة فيروس كورونا إذا أعجبك الفيديو عزيز المتابع يمكنك الآن الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر